المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس كان دائماً متشبثاً بتعزيز نقل بحري آمن ومستدام وفق ما أكده وزير النقل واللوجستيك عبدالصمد قيوح خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثامن والأربعين لجمعية انترفيري وهو حدث دولي هام يشكل منصة هامة لتعزيز موقع المغرب في صناعة النقل البحري وخاصة في قطاع النقل البحري عبر العبارات السيد قيوح جدد في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة خالد شرقوي التأكيد على الالتزام الثابت للمملكة من أجل دعم الجهود الدولية الرمية إلى تعزيز الأمن البحري كما شدد الوزير على أن المغرب باعتباره بوابة عبور نحو إفريقيا يطمح ليكون نموذجا للتنمية في قطاع النقل البحري وخاصة ما يتعلق بالعبارات الوزير تطرق أيضا إلى تحديات البيئية التي يطرحها النقل البحري حيث أكد أن المجتمع البحري العالمي يمكن أن يدطلع بدور مهم في التقليس من البصمة الكربونية في النقل البحري وإزالة الكربون من هذا القطاع